قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون نستنبط من هذه الآية أن اللسان شاهد واليد شاهدة والرجل شاهدة والشاهد ليس طرفا في القضية فمن يحاسب أهو الإنسان كله أم يستثنى من ذلك الأطراف لا أفهم موضوع غلط هنا من باب الإقرار وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم؟ قالوا بلى يعني برى القضية لا هنا ده الشهود مش الشهادة أنه الشاهد ده من باب الشهود أي أنه هو يقر الإقرار بأنه فعل زي لما تجيب واحد وربنا يجيب الإنسان انظر في عمرك يبص ظلمناك لا بيلك حاجة مش مذكرة في حسناتك مثلا عملتها وانسيناها فقول له يا رب في حاجة في سياسك ده ما عملتها لا طيب نعمل فيك إيه قرمك وعفونا عنك الوجه الله نعم فده اسمه إقرار أنت هنا ما تقول خيره الأدلة والشهود والإثبات ما يقرب الإنسان بنفسه أيه يعني الزنة مثلا أربع شهود أيه لكن أيهما الأقوى لاعتراف بالشهد القائل الجاني ها ولا شهود عليه وارد الشهود توطأوا على الكذب أيه مؤامرة متدبرة عليه أيه لكن لما أنا أقول لك أيه أنا عملت وكذا لأنه وارد إيه مثلا شهود يقول لك شفت وبيعمل كذا لكن الجزء الآخر اللي ما تشافش ما كانش فيه شاهدة هو والمأتول هو واللي تسرق تمام مين اللي هيجيب ده الجامرات هتجيب مثلا تجيب لكن هتجيب إيه هتجيب أنت عملت إيه لكن أنا خططت إزاي آه والمرحلة اللي هو إيه وتعمل إزاي وكذا ثم اللي انتو شفتوا وعدين وا 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 التفصيل مين أكثر روح هنمضل الحياة الكاملة اللي عمل الموضوع اللي عمل أيه فهنا دي الأعظام من باب النية الشهود الإقرار أيوه أقول لك أستبلع قبل طب يعاقب مين أما إيديه مش هتتعاقب ورجلين مش هتتعاقب ولسانه مش هتتعاقب طيب صدر العقوبة عقوبة سمع مثلا ما هي لويدنا برضو هتتكلم أيوه هتقول سمعت كل أعضاء الإنسان تقول تمام ولذلك إنما سمع قال إيه صلى الله عليه وسلم اليدان تزنيه وزنها اللمس والعين تزنيه وزنها النظر والقلب وكل ذلك يسمعه ويصدقه آه معناها إيه إن أعضاء الإنسان متكاملة تمام طيب هو الإنسان اللي بيزني الذي يزني به فقط يعني بيسرق بتططع إيده عشان سرق بإيده ماشي طيب طيب بس فكر بدماره ماشي ومشي برجله لحد السرق لكن في ناء إيه هو العقوبة على طرف بالأطراف أيوه طيب في حد القذف أيوه بيتقطع لسانه لا طبع بيتجلت بيتجلت ما عند اللسان هو اللي تسبب يعني مظاهره دي لها نطقت ولا تكلمت اللي يجلب بيها اللي يجلب عليها فهنا القصة فيه هنا الأقب يعني 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 العقل فيه ملا ما كان فيه للعقب هو فهم غلط يعني أيوه تمام القصة إن ده إقرار ويقول لك أستي الشاتب وزام بيش لا ده مش مش إننا الشاهد من باب النشاة ده من باب زيادة في الإثبات والإقرار نعم وعما هو جزء منه تمام جزاكم الله خيرا نستقبل اتصال معنا من فلسطين وأستاذ بسام برحب بيك يا فندم ترجمة نانسي قنقر